قلسة قلسة نوضي توجديهم ستستمتع بهم مع قهيوة أو معاتي أو مع عاصر كيجي والداد مع الكين وهشاش والداد لن تشبعوا منهم والأهم بمكونات جدا اقتصادية ومتوفرة سنحتاجون حبة البيض 4 كاس السكر تستطيعون تزيده إلا تستطيعون تزيده في الحلاوة بالنسبة لهذا القياس الذي سنعطيكم سيخرج لكم 10 ب8 سنتي وضعت بيضاء نصف كاس السكر كيس الفاني دا عندكم الفاني ديال العبار ديرو مع القصغيرة مع عمراش نخلطه مزيان غير بالخلط اليداوي بغيتو تستعملو الخلط الكهربائي ممكن غادي نوضعو ايضا قشور حامضة انا كان عشق القشور ديال الحامض الأخوات اللي ما كيبغيوش القشور ديال الحامض قدولو تعاوضو بقشور البروتوقل أو تحتفظو بالمعداق ديال الفاني فقط نصف كاس ديال الزيت النباتي نخلطه جيدا ثم غا نضيف علبة ديال اليوغورت بالحجم الصغير اي 65 غرام اذا عندكم العلبة ديال 110 غرام بيتو تديروها كلها ممكن غادي نوضع ايضا ايضا تقريبا نصف كاس ديال الماء او عبرو بنفس العلبة ديال اليوغورت عبرو بيها مهم نصف كاس هكداك دافي الماء دافي ماشي بارد او ثاني ماشي سخون كنخلطه مزيان ثم دابا غادي نبدو نضيفو نضيفو نشاء الله كاس ونصف غا نضيفو كاس ونصف بالتدريج دائما بواسطة المصفات او يكون عندكم غرب المنقبل ضيفنا الكاس الاول ونخلطه مزيان ونضيف ايضا نصف كاس اخر باش نحصله على القاوام هو هادك قاوام مخصوش يكون خفيف وميكونش قاسه نضيف الكمية المتبقية ونضيفو كيس واحد ديال الخميرة ونستمرو بالخلط ثم غادي نجيب في الاخر اما معلقة ديال الخل او معلقة ديال عصر الحامض اذا درتوا الخل ديروا غير معلقة صغيرة اذا درتوا الحامض ديروا هكدا معلقة تقريبا كبيرة مملوئة نرى هكا واحد القاطرات ركعته واحد طعم زوين ونتيجة زوينة بزاف كنخلطه مزيان مزيان وهذا هو القاوام ماشي قاسه وماشي خفيف حتي دخل اللي تخفيف الطبقة اللي غادي نديروها من الفوق غادي تنزل لكم من الاسفل هادك الشي القاوام خصوش يكون شوية واقف خليوا الخليط ديرنا على جانبو نحضروا ليمول انا تشاهد ندير في هادو اللي حاسبيين كيجيو مزيونين اي مولات عندكم فرديين اذا ممتو فرنش على مولات فرديين نديرو اي مقلة او مول عندكم مدور القطر ديالو يكون 28 سنتيم كبير او شوية او صغير بشوية دائما مشي مشكل انا اخديت هادو اذا عبرتم من الاسفل 8 سنتيم عبرتم من الاعلى تسعود ديال السنتيم نوعا ما كبارا شوية او اذا عندكم داك الصغير ورين كيجيو او تاني حليلوين بزاف ومزيونين صافي كان بدان نرفض اشوفوا معلقة كبيرة مملوقة بنسبة لهادو اللي في هاد القياس هذا اذا كان داك القياس صغيرين معلقة متعمروهاشي و الخليط اللي اعطيتكم كي عمر لنا تسعود ديال لي مول بهاد القياس اذا ادرتو في مول مدورة ايدر ليكم مول ديال 28 سنتيم اجيكم هيا ديك واحد الكيكة اللي غزالة و دائما كل ما صغر المول كيجيو العلو ديال الكيك او البسبوسة طالع اكتر قياس اللي اعطيتكم كي عمر لنا تسعود ديال لوحيدات انا زيت خلطت واحد نصف المكونات بس زيت تعمرت واحد الخمسة اخرين اذا بغيتو اذا بغيتو تديرو ملو والمكونات مضابلين خديت ثلاثة ديال تفاحات وغندووزهم هكذا في الحكاكة بشكل طولي مش مشكلة تقدروا تدووزهم بالقشور انا كانو هادو شوية ملواحين على داك شي حيت ليهم القشرتو وغندووزهم هكذا في الحكاكة بشكل طولي بش يجيو بحش شعيرات اي حكاكة مهمتو ما ما طلعوش وتهبطو غير هبطو 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 هكا بش يجيو بحش شعيرات سافيك نجيب داك تفاح اذا شتو كيطلق المانشفهم زيان بالورق النشف وغنديرو هكذا واحد طبقة هكا ديال تفاح او لوحد الرشيشة من لوجه ديال تفاح وكل طبيعة الحال كل ما بغيتو يعني الكمية تفاح كتيرة زيدو في العدد الحبات كندير هكذا واحدة الرشيشة هانتو ما هنا عندي خمسة رضا وبلك المكونات باش اعطوني داك الخمسة وواحد النصيحة غادي نقول لكم متعمروش المولات بزاف باش هكذا بنديرو عليهم تفاح ما يفيدو لكم شي في الفران ها هوا من بعد مدى النغر تفاح دا بغادي نجيب هنا يا السكر انا عندي هنا سكر الاسمر ديرو اي سكر سانيدة عندكم وديرو مع شوية القرفة اذا بغيتو هكا المدق دا القرفة او كتخلطو غير مع الفاني انا دائما كندير غير السكر سانيدة العادي وهنا باضح من الوز الي قطعتوها بسكينه اه كيجي هكا بحلاء الدوائر كيجي مزيون والمشماش او الزبيب المشمش يجي مزيون غير هو العيب دياله الواحد في الطياب هو في ساعة يشد اللون لهذا يلا بغيتوا حتى تخرجوهم عديروا المشمش غير هكي لما بغيتو شده كل اللون يجي غامق وصافيم بعد ما زينتهم هكذا كاملين هندخلهم الفرر اللي سخنتوا واحد شوية من قبل ومشعل غير من الاسفل 150 دراجة حتى يطيبوا يتحمروا من الجوانب وطلع عليهم الحمورية كامل عليهم من الفوق شوفوا ما شاء الله شكي لديهم كي يجي يا سالم كي يشهيوا قبل ما يدخلوا الفرران ومن بعد ما كي يطيبوا كي ياخدوا لنا تقريبا واحد نصف ساعة كامل عليهم حتى من الوجه باش ينشوفوا مزيان وياخدوا هدلوين ذهبي وكن نخرجوهم شوفوا معي يشحل كي يجيو هشاشين كي يجيو رائعين اما الرائحة منين كي يكونوا يطيبوا يا سالم هنخليهم حتى يبردون نحيدهم إن شاء الله من المولات هاش كيل ديالهم كيف كي يجيو واعرين خفافين بزف بزف وكيتحيدهم المولات بكل سهولة فلاحظوا معي يدك المشماش كي يشت شوية لون ولكن كي يجيبنين أنا كي يجيبني المشماش كتار من الزبيب وحتى الأخوات للأطفال ديالهم ما يكلوش الزبيب هكا وكتبغيوا تديروه في الكيكات دائما نجيبوا المشماش عوضوه بالمشماش المجفف كي يجيو واعر سوف نحيدو هاد الميني كيكات بالتفاح من المولات ونحطوه منيشا في صحن التقديم أنا حتى كنت غنقدم وعد حيتهم هنا مازال دافين شوية إذا كنتو غتجمعوهم في علبة من الأحسن خليوهم حتى يفقدوا الحرارة إذا كنتو غتقدموهم مش مشكل يعني في داك الساعة وخد حيتهم دافين مهم غيتقدمو غير باش هكم كي يعرقوش مع بعضيتهم في حالة كنتو غتجمعوهم فهذا الشكل ديالهم كيتحيدوا ما شاء الله بسهولة من المولات فقط المولات ضروري يكونوا مدهونين بالزيت مرشوشين بالضقيق أو العكس مدهونين بالزبدة ومرشوشين بالضقيق وهذا الشكل النهائي دهنتهم بشوية ديال الموربة ودلمشميش وقدرت لهم واحدة رشيشة خفيفة ديال اللوز إفلي اللي كان عندي محمر هذا هو العلو ديالهم كي يجيو يعني العلو ديالهم هو هادك لهذا قد لكم متعمروش لمولات بزاف باش ما يفيدوش وكي يجيو هكا الشكل ديالهم حليلوا بزاف بزاف وكي يجيو في الطبلة في الحطة رائعين ده بغيتو تديروهم عكا الضياف ووليدتكم كنوا متأكدين غدي يحمقوا عليهم درتوليهم عكا القوتي في الدار أو للقوتي ديال المدراسة مهم كي يعشقوهم الكبار والصغر وكي يجيو غنيين ودك تفح كي يجيها كم قرمش ومعلك في نيون وهذا الشكل ديالهم من الداخل كي يجيو خفافين بزاف بزاف ورائعين انتمنى شاء الله تجربوهم وانتمنى شاء الله يكونوا واضحين لكم في الصورة كان عندكم اي سؤال او استفسار تركوا لي في التعاليق وانا اقول لكم تهلا وليافرسكم دمتم في امان الله مع السلامة